أما الآن مشاهدين وشباك الفنون ويأتينا اليوم من رام الله حيث عرضت مسرحية مجهول لمخرجها الفلسطيني إيميل سابا المسرحية مأخوضة عن نص للكاتبة الأمريكية نعومي إيزوكا مستوحى من ملحمة الأوديسا ولكن على نمط فلسطيني يتناول مشاكل اليوم وقضاياه وهي طبعا القضايا الراحنة مسلطا ضوء بشكل خاص على الهجرة واللجوء وقضاياه كان اللي يشيك منه فوق الجبال العادر وصوت الراعب عالي هاك العادر ما كان لي أنا شيك منه عاليه من المخيم وراده مرزم من شكور عون الظلم صوت خط الأمواج عالي كثير كأنه صوت من هاك العادر جفت لكي خاطره مختلف حولي من المخيم دوان بدنا قشدة عطهم بعملوه عم نضم إلينا من رامالله المخرج الفلسطيني إميل سابة مساء الخير إميل وأهلا بك إذن المسرحية تروي قصة لجوء غير محددة طبعا بفلسطين وهو ربما أمر نادر اليوم أن يقام عمل عن اللجوء وعن قضية يعيشها الفلسطينيون وفي رامالله ولا تخص فقط الشعب الفلسطيني وإنما تتحدث عن شعوب المنطقة ربما كلها كيف جاءتك الفكرة أول شيء مساء الخير وشكرا لإلك كثير على الاستضافة المسرحية ما بتحكي فقط عن اللجوء الفلسطيني يعني هي ما بتتطرق له بشكل مباشر أبدا القصة زي ما تفضلت وحكيتي قبل أنها مأخوذة عن الأودسا وكيف أوديسيوس تاه بالبحر لسنوات كثيرة قبل ما يرجع على بلده أثيكا فبالاقتباس العملاء نعمي إيزوكا خلت أوديسيوس شاب صغير اسمه أنعنامس أو مجهول وبضيع عن إمه بالبحر فأنا لقيت أنه أقرب إشي هو يكون لاجئ سوري خصوصا كل رحلة قوارب الموت ولأن الأحداث اللي عم بتصير كتير ساخنة وكتير حالية فأظن أنه هي تشمل كتير دول وكتير بلدان وكتير أجناس من الناس اللي بيهاجروا والبالجوا على بلد الثاني هلأ بالمصرحية هي بأميركا أو هو بتوه عن أمه بالبحر وبلاقي حاله بأميركا وما بيعرف اسمه فتبدأ رحلته أنه كيف يسترجع ذكرته ويسترجع الوجه اللي بيشوفه اللي هو وجه أمه نعم هو ياريت لو كل البتوهوا بالبحر بلاقوا حالهم بأميركا يعني بركي هاي فال مني طيب بدي أسألك أمير يعني اليوم نسمع الكثير من قصص اللجوء واليوم المسرح والفنون بشكل عام الإبداع يعتمد على قصص مروية حقيقية لأنه اليوم الناس ميالين ليقولوا أنه هؤلاء اللاجئون ليسوا مجرد أرقام يعني كل شخص له حكاية أنا ما بعرف إذا نص نعومي مبني على قصص اللجوء حقيقية أو هجرة حقيقية إذا فيك تخبرنا ما أظن أنها مبنية على أحداث حقيقية يعني بالمليمتر بس أظن أنها إذا لما تحضري أو لما تقرأ النص تشعري تماما أنه الإشياء هادي ممكن أنها تحصل وصارت وبتصير مع ناس كتير يعني كتير فيها سيمبلزم فيها كتير رمزية ففي عوائق كتير بلاقوها هذول اللاجئين أو هذا الشاب بهاي الرحلة ومجسدة بطريقة شوي خيالية يعني فيها مزيج بين الواقعية وبالفنتازية بلاقي فيها حد عنده عين واحدة بوكل بني أدمين وبتحسي نوعا ما أنه فيه رمزية من موضوع هذا الاستهلاك البشري اللي بوصلوله اللاجئين لما يوصلوا على أي مكان أوروبا أو أميركا أو حتى دولة عربية بروحوا على عمالة أنه رخيصة فيه استغلال لهم في هذا الهيومن ترافيكينج البصير فكلها موجودة بالمسرحية نعم وأيضا أميرك قرأت في أحدى المقالات أو اللقاءات معك أنك يعني تفضل عدم الاعتماد بشكل أساسي على الديكور تعتمد على المؤثرات الصوتية فبهذا العمل كيف كان الاعتماد على هذه المؤثرات يعني كل عمل له خصوصيته بهذا العمل لأنه فيه كتير مشاهد بالبحر وأنا عملت مصرحية قبل كان فيها كتير بحر فقلت بدي ألاقي شيء شوي مجرد أكتر أنه ما بيحددنا موقع معين وبيخلينا نتنقل من مكان لآخر فاللي استخدمناه من ديكور يعني هو غيوم كانت معلقة بالسمى وعندان من القماش كأنه منعمل زي تامبل оф the mind هيك زي معبد للعقل لأنه بتظهر له آلهة بتظلها تذكره وتحاول توجهه على الطريق اللي يروح منه الموسيقى كمان استعادت عن صوت البحر وصوت العواصف بأكتر صوت حرب وطخ كأنه الشخصيات الموجودين بالمصرحية عمالهم بفسروا أصوات الحرب بطريقة تانية يعني بيحكوا عنها برق ورعد وموج بحر بسيب الحقيقة حرب ودمار وبنايات وحجار بتوقع فكانت أكتريتها أصوات حرب وكان فيه زي ambience أنه أصوات مدينة أصوات شرطة أبرا تراك هايوي كان كتير أكتر حسسنا بالإنفايرومن تبع المكان نعم أميل يعني طبق بالتأكيد ما في شي مطلق لكن جرت العادة أنه المسرحية إما بتقوم على ممثلين محترفين خليني أقول وإما بتكون عرض تخرج مثلا لممثلين بعضهم مبتدئين أنت اشتغلت مع ممثلين محترفين وممثلين لأول مرة يعتلوا منصة المسرح أدي الشغل بشكل جماعي مع النمطين من إذا بدك الخبرات أدي سهل أو أدي صعب أو أدي فيه تحديات كل واحد فيهم له متعته يعني مع الشباب اللي اشتغلوا على مصرحية مجهول في منهم خارجين من مصرح عشتار خلصوا أربع سنين كل سنة كانوا يشتغلوا دايما بالصيف وخلال السنة وفي منهم ناس جداد هلأ كانت الصعوبة أنك تنتجي عمل بنفس الوقت تعلمي تمثيل وتعملي إخراج بنفس الوقت فأخذنا الشغل يعني حوالي شهرين بشكل يومي لساعات طويلة لأنه كان المهم كتير أنه موين مجموعة وكانوا يشتغلوا كإنسامبل هذا أهم إشي بالمصرح وكانوا مأمنين بالقصة وبالمصرحية اللي بحكوها فكان الشغل أكتر على تركات صغيرة وتنظيف الحركة ويكونوا أكتر صادقين هلأ الناس المحترفين فيه إشياء تتسهل عليك لما تتعامل معهم لأنه بيكونوا فهمين مبادئ التمثيل وبعطوك أكتر ما الواحد بطلب بس الشباب الصغار فيه طاقة حلوة كتير وفيه جوع على المصرح وفيه إيمان أنهم بدون يوصلوا صوتهم يوصلوا هاي القصة للناس لسا مأمنين بأهمية الفن فهذا إشي كان كتير حلو نعم وما بعرف إذا أنا فهمت بشكل يعني ما بعرف إذا ما زبوط لكن أنت اشتغلت نفس العمل في أمريكا قبل عرضه في رامالله أو صحيح؟ أنا اشتغلته لما كنت أدرس بأمريكا يعني من خلال البروداكشنز اللي أنا كنت فيها كان يعني أول مرة تعرفت على النص هناك وأنتجنا وكانت مصرحية جدا جميلة وضلت ببالي أنه لما رجعت على فلسطين وبلشت أشتغل وهذه السنة كان عندي مشروع معهم فقلت أي نص رح ألاقي بدي يكون فيه عدد من ممثلين ويحكي عن الموضوع ويكون له كمان كنتمبراري فيلنج أنه إشي معاصر فلقيت أنه هذه المسرحية كتير مناسبة لأنها تجمع بين الميثالوجي وبين الوقت المعاصر هلأ وفيها عدد فيها يعني مساحة كبيرة لإلهم يلعبوا شخصيات ويعملوا كورس فكانت يعني خيار جيد نعم أميل إذا ما نحكي عن المسرح الفلسطيني بشكل عام والمشهد الثقافي خليني أقول فلسطيني الجديد بشكل عام هناك من يلاحظ من النقاط أنه بعد الثورات العربية مع تحرر ثقافة الشعوب العربية بالبلدان المجاورة أيضا تحررت ثقافة ما في فلسطين في الداخل وكأنه هي الأنظمة العربية يعني مش بس كانت قامعة شعوبة وكانت قامعة الشعب الفلسطيني تحت ظل القضية قدي هالشي صحيح وقدي عم بتحس بتغيير فعلا على الأرض بالمشهد الثقافي بشكل عام في تغيير كتير كبير دائما بحس أنه فكرة فلسطين يعني فكرة شوية الناس بشوفوها بإطار كتير ضيق وما بتوقع أنه يكون فيه مسرح وسينما ورقص وثقافة كتير كبيرة بس دائما هي بتجدد ودائما موجود مسرح حديث وبحاكي القضايا العالمية اللي عم بتصير والعربية طبعا بحس أنه فيه تطور كتير كبير بالمواضيع فيه جرأة بالمواضيع فيه شوية هيك نكش لعقل المشاهد وبشوف أنه كتير من المثين والمخرجين أنهم عم بوخدوا القضية بس إحنا مش ضروري نعملها بشكل مباشر لأنه نحكي عنها سبعين سنة فلما نحكي عن أي مواضيع بتصير معنا باليوم تراث عالمي شاكسبير أي نوع من القصة أو من المسرح أو من الفيلم كل هذا بعكس هويتنا لأنه بالنهاي إذا هدول الممثلين فلسطينيين وبمسرح بفلسطين وعم بيعملوا إشي مثل هذا فهذا إنه إتس بلس للأيدنتي تبعتهم ولا صوتهم كفلسطينيين دون ما يحكوا عن القضية بخصوصية شديدة صحيح خاصة أنه في جمهور لهذا المشهد الثقافي الجديد إذن إيميل سابا المخرج الفلسطيني كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك